احنا محتاجين نهتم شوية 2-3 بأولادنا ومحتاجين نكون حريصين كل الحرص على ان احنا نقدم حاجة مختلفة لأولادنا ولازم نقول ان الكلام اللي اتكلمنا فيه النهاردة عن ظاهرة موجودة كتير في البيوت ومحدش هييتكلم عنها زي ما احنا بنتكلم عنها دلوقتي لما بنتكلم على الحساب عن الفواتير القديمة الرجل يحس ان زوجته بتتكلم عن حد تاني والزوجة تحس ان زوجة بيتكلم عنها وحدة تانية ايه السبب ده؟ السبب ان الناس عندهم فواتير قديمة بيحاولوا يخلوا الزوج يحاسب عليها او يخلي الزوجة تحاسب عليها احنا مش بس أولاد النهاردة احنا أولاد نعمة ربنا نعمة ربنا بتتجدد كل يوم بتتجدد كل نفس احنا قدرين نكون بنقدمين جداد بالعكس احنا فعلا بنقدمين جداد لما نقرر ويبقى عندنا التلات حاجات دي ان احنا يكون عندنا ببساطة خالص الإرادة والاستعداد والأمل هنقدر نعمل كل الإجراءات اللي قلناها لما حد يعرف ان شريك حياته بيدفعه فواتير او شركة حياته بتدفعه فواتير نعمل ايه؟ على طول خلونا نعمل ساعة تتصافي على طول خلونا نعمل نصف ساعة نتكلم فيه عن المستقبل والسعادة ونمتن البعض ونعمل عمل مشترك ونخرج مع بعض خلوجها أسبوعية ونعيش مع بعض طول الوقت حسين ان احنا اتولدنا من جديد لان الزواج مفتوح على فضل ونعمة ربنا لان هو اللي جعل بنا مودة ورحمة يا رب اجعلنا على الدوامة من اهل الفضل من اهل النعمة ومن اهل العيش في مددك وفضك وساعتك وقربك واجعلنا يا رب دوما من اهل الحكمة ومن اهل الإرادة ومن اهل الاستعداد ان احنا نتغير وكمان واحنا متبسكين بالأمل في انك انت تغير كل شيء لانك كريم ودود رحيم يا رب العالم